تالي يعني دكتور إيمان قالت كلام مهم وفي نفس الوقت مش عايزيني يعدي كده نقف شوية عند بعض النقاط وتشرح لنا أكتر النهاية بتأكد قد إيه فيه أهمية ليه مسأع سبيل مثال الزنك زنك ده عنصر أساسي ويمكن حاجة لو نقصت عند الإنسان لأ بتفرق بشكل كبير جدا على الحركة وعلى النشاط اليومي زي ما كانت دكتور إيمان بتكلم طبعا دكتور إيمان قالت بوينت مهم قوي طبعا دكتور إيمان استشاري يعني استشاري كبير مخ وأعصاب وطب نفسي وأكدت على مدى أهمية ألب مالتي فيت هو ألب مالتي فيت وإي أل بي مالتي فيت عشان في ناس مش عارف هو اسمه ألب ولا اسمه إي أل بي هو اسم الاتنين دول ناس بتقولوا ألب إحنا بنختصرة بنقول ألب بس هي إي أل بي ده طبعا اختصارا لحق اسمي بالزبط فمهم جدا لعملية الأيد والتمثيل الغذائي والتركيز زي ما الدكتورة قالت فيتامين بي تلاتة فيتامين بي تلاتة وفيتامين بي تلاتة وفيتامين بي تلاشر وكمان فيتامين بي ستة لأن مجموعة فيتامينات بي هي اللي بتحولي الأكل لطاقة بتحولي كاربوهايدريت بتحولي الدهون وبتحولي حتى بتحول البروتين لطاقة مهم جدا الزينك وعايز أقولك أن الزينك مهم لكل العمليات الحيوالي في الجسم الزينك مهم كمان لو هنتكلم على الدم مهم جدا لأن الزينك بنحتاجه في أي حاجة بتتجدد الدم بيتجدد الدوافر بتتجدد الشعر بيتجدد عشان كده ساعات بتلاقي بنات كتير شعرها بيقع نتيجة نقص الزينك ممكن نقول لك إيه بايوتين يعني الشعر يعني بايوتين ويعني زينك كمان عندي ألب مولتي فيت فيه أعلى التركيز في الزينك 23.9 وصاده نحاس ما ينفعش حط زينك عالي ولا مش حط نحاس لأن الزينك مش هيشتغل مغير نحاس فالاثنين موجودين في ألب مولتي فيت وطبعا ده شكل العلبة نهوان ده بستأذن أستاذة المشاهدين يصوروا شكل العلبة إحنا عندنا شركة بايو ناتشلل حط الأرقام على الشاشة هنقدر نطلب ألب مولتي فيت أولاي أو حتى يسألوا الأفرع فين يعني فيه تغطية كاملة في كل المحافظات بس تأكدوا برضو لأن بقى هقولك على نقطة مهمة منشوف على اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي بعض الفيديوهات لناس بتبيع ميكوب وحاجات برانز تحت الكبري وحاجات زي كده الواحد بيصعب عليه الناس اللي هتشتري بصراحة يعني في الأول وفي الآخر بغض النظر دي هي بتحاول تكسب بس أنت بتدمري صحة ناس لما حطت ساون بلوك بربعمائة جنيه بربعين جنيه بتبيعه انت بجيبيلي أمراض غير طبيعية فنخلي بالنا يا جماعة لنستخسر في الأدوية أو أولا برضو عشان أقول لحضراتكم يعني سعره حيبقى مفاجأة سعره رائع جدا ورائع جدا صدقوني الموضوع يستاهل فهي دي النقطة في الأول وفي الآخر صحتك أهم من أن الواحد يروح يشير أي حاجة طبع في بقى أسئلة للمشاهدين هنروح لها وبعدين نرجع لأن أنا برضو عندي أسئلة خاصة بفكرتنا الذاكرة والشق النفسي اللي بيأثر بشكل كبير برضو للأسف الشديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر